ينظم إلينا من تونس مراسلنا سيف الدين العامري إذن ما المتوقع أن يكشفه أو يبحثه الدستور الحر في هذه الندوة الصحفية هل من المتوقع أن يعلن عن موعد الجلسة البرلمانية نعم يوسف كما تفضلت في تقديم الخبر هذه اللائحة الثانية بعد أن سقطت اللائحة الأولى لعدم اكتمال نصاب الجلسة العامة في الخامس عشر من ديسمبر الحالي وكانت تلك اللائحة تتعلق بدعوة الحكومة والبنك المركزي للتثبت من أموال بعض الجمعيات والمنظمات المورطة بين ظفرين وحسب كتلة الدستوري الحر في تمويل وتغذية خطاب التطرف اللائحة الحالية في الحقيقة يوسف تتعلق بالتنديد بخطاب العنف ضد المرأة الذي كان قد صدر عن أحد نواب ائتلاف الكرامة وهي كتلة تحسب على حركة النهضة وأيضا تحسب على الكتل المتطرفة بحسب مراقبين لأن الخطاب الذي كان قد صدر عن أحد هؤلاء النواب كتلة ائتلاف الكرامة محمد العفاس كان شديد اللهجة وقد وصف المرأة بأوصاف مهينة أما اللائحة الثالثة طبعا فتتعلق باعتبار تنظيم الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا إلى الآن يوسف لم يتم النظر إداريا حسب مكتب المجلس في هذه اللائحة من المنتظر اليوم أن تعقد كتلة الدستوري الحر طبعا ندوتها الصحفية حول ربما تحركات الكتلة إذا لم يلتأم مكتب المجلس أو إذا لم تلتأم الجلسة العامة وإذا لم يتم تحديد وقت معين للجلسة العامة طبعا هناك تكتم على أخبار أخرى ربما داخل الكتلة لم نتوصل بعد إليها ولكن في انتظار طبعا الندوة الصحفية ربما ستعلن عابير موسي عن تحركات جديدة داخل قبة البرلمان نعم يوسف شكرا جزيلا لمراسلنا من تونس سيف الدين العامري